ظاهرة عند صلاة المغرب في رمضان قد يكون العديد منكم لاحظا ما هي؟ تابعونا في هذا الشريط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نعم هي ظاهرة تكاد تكون مضطردة في غالب المساجد وفي غالب الأحيان لكن هي متعلقة بصلاة المغرب في شهر رمضان مباشرة بعد سلام الإمام لصلاة المغرب في رمضان يحمل الناس أحذيتهم ويتسابقون إلى الأبواب من دون أن ينتظروا أذكار بعد الصلاة معقبات الصلاة لماذا؟ لماذا هم يسرعون بهذا الشكل؟ وقبل ذلك تجده يسارع إلى مسابقة الإمام ويريد أن يصلي المغرب قبله فهو متعجل إلى الخروج إلى بيته وإلى الإفطار أظن بأن هذا من باب تعجيل الفطور وأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على تعجيل الفطور؟ لا أظن ذلك لأنه أفطر بثمرة والماء والشريب الماء فهو أفطر مع تكبير المؤدل آدان المغرب تناول التمر والماء إذن إصراعه لا معنى لا إصراعه للخروج من المسجد مباشرة بعد السلام لا معنى لا والأداء والأمر أنه يسابق الإمام في الصلاة ويركع قبله ويسجد قبله حتى إذا كان الإمام رجلا شيخا كبيرا حركته بطيئة تجد أنه قد وضع رأسه على السجادة قبل أن تصل رأسه الإمام إليها فعجيب هذه السرعة لماذا؟ أنا تساءلت حقيقة ونم أجد جوابا لذلك كما قلت لو كان الإفطار فقد أفطروا فلماذا يضيعون فضل معاقبات الصلاة؟ تفوت على نفسك أجرا عظيما وسببا من أسباب دخول الجنة وهو يكفر السيئات تكفرها معاقبات قراءة آية الكرسي عاقب الصلاة سبب لدخول الجنة حديث أبو أمام رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت الحديث عند النساء بسنة صحيح تسبيح تحميد تكبير عقب كل الصلاة هذا سبب لمغفرة الخطايا والحديث رتحفظونه حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم من سبح دبر كل الصلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك التسع وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذه تسبيح تحميد وتكبير ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين دبر كل الصلاة وتقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا لأ الملك وله الحمده على كل شيء قدير يغفر لك يغفر الله عز وجل لك خطاياك الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر أي ولو كانت عديدة كزبد البحر الذي يطفو على البحر عديدة منتشرة ألسنا كلنا لنا ذنوب لنا خطايا لنا آثام أو زار نريد أن يغفرها الله عز وجل لنا نسأله أن يمحوها عننا فهذه عقبة الصلاة تذكرها يغفر لك خطاياك إذن لماذا يتركون هذا الأمر لا أدري وقد كره بعض أهل العلم أن ينصرف المأموم قبل إمامه لغير عذر واعتبره البعض منهم خلاف الأولى أن تقوم قبل أن يقوم الإمام وليس لك عذر ليس لك عذر صحيح قوي بأن تقوم قبل الإمام كره طائفة من أهل العلم واعتبرته طائفة بأنه خلاف الأولى إذن مسألة ليست أفعل وأنطلق وليس لي ضرورة وليست لي حاجة ملحة في الإنصراف ينبغي أن نجاهد أنفسنا على أن نألف المسجد أن نألفه وأن نجلس للذكر فيه المواضبة على حضور الجماعة كذلك راه في الحديث الذي وعنده سنن بن ماجة بسند صحيح من حديث أبي وراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذا الحديث حديث قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد أي جعلها وطنا له جعلها مكانا له جعلها مستقرا له يرتاح فيها ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من البشاشة تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم إذا كنت مسافر واستغرقت مدة في صفري ثم عدت إلى أهلك تجدهم يبشبشون يتبسمون يضحكون فرحون مسرورون برجوعك الله عز وجل بجلال وجهي وعظيم سلطاني يتبشبش لهذا الذي هو وطن نفسه على المسجد للذكر والصلاة وتحفظون الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد أي كأنه علقه في المسجد يرتبط بالمسجد لا يجد راحته إلا في المسجد لا يسكن ولا يهدأ إلا في في المسجد ولهذا الغالب هذه ملاحظة غالب الذين يأتون مبكرا إلى الصلاة تجدهم يتأخرون بعد السلام والذي يأتي بعد التكبير مباشرة أو بعد الدخول في الصلاة ويأتي ومعه هم الدنيا ومشاغلها لم يجلس ليرتاح منها في المسجد وينصرف عنها ويتركها لا بل دخل بها مباشرة تجده أغلبهم هم الذين يسارعون بعد السلام مباشرة إلى الانصراف لأنه باقي الدنيا لا زالت الدنيا تمسك بهم ولا زالت شغالاتها معهم فهم ما تركوها وقتا طويلا ليجلسوا في المسجد فلذلك تجدهم يعودون إليها بسرعة ثم إن هؤلاء الذين يسرعون في الصلاة ويسابقون الإمام فهم لن ينصرفوا إلا بعد انصراف الإمام من صلاته لا يمكنهم الخروج بالسلام إلا بعد تسليم الإمام فلماذا يتسابقون مع الإمام احتجأ في الحديث الذي خرجه في الصحيح عند البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام إذا رفع رأسه قبل الإمام أو ما تنسجد قبل الإمام إذا صار مسابقا للإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار حديث فيه وعيد شديد لولاك الذين يسابقون الإمام وتجدهم يتعافتون إلى الركوع قبله إلى السجود قبله إلى الرفع قبله وإلى القراءة حتى معه قبله كأنهم يريدون أن يظهروا بأنهم يحفظون كتاب الله أو تلك الصورة التي يقرأها الإمام إذن ولذلك هذا الأمر إذا وقع فيه مسابقة الإمام في الصلاة رذكرت طائفة من أهل العلم بأنه إذا تعمد المصلي ذلك وصابق الإمام في صلاته فإن طائفة من أهل العلم تقول ببطلان الصلاة وإثم صاحبها وكذلك من الملاحظات في المغرب خصوصا صلاة المغرب في رمضان وأنه يأكل التمر ويرمي النواة في المسجد عجيب الناس ينظفون المساجد حرصون على نظافتها بيوت الله وهو يضع القمامة والنواة في المسجد وهذا لا يتكرر في عدة مساجد في مغرب رمضان وعند إفطارهم يقدمون له التمر فيأخذ التمر ويأكله ويرمي لهم النواة ألم يسبع بالمرأة التي صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد دفنها وسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما افتقدها تلك التي كانت تقم المسجد تنظف المسجد فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لقد ماتت قال هل لا أخبرتموني أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم الإخبار وغضب لي أنهم لم يخبروه دلوني على قبرها فصار إلى قبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يا مرأة مغمورة غير معروفة لكنها لما قمت المسجد رفعت لرفعها لبيت الله عز وجل وتكريمها له وتنظيفها لبيت الله في حين نجد أناسا يرمون النواة يرمون القمامة في المسجد فوجدنا في مساجد أظافر يقلم الأظافر وجدنا جوارب ممزقة شر الجوارب من خارج المسجد فلبس الجديد ورمى بالقديم في المسجد وهلما جرى من السلوكيات إذن لماذا نرمي هذه النواة ونسرع في الخروج بعد تسليم مباشرة دون أذكار دبور الصلاة إذن نحن أفطرنا على تمرة وعلى جرعة ما فلنجلس ونذكر الله عز وجل ثم لنتصارع ونزدحم على الأبواب الكل يريد الخروج والذهاب لماذا الإجابة ملكم لعلكم تضيفون إلي فائدة لم أتوصل ولم أعرفها الله تعالى أعلى وأعلم بها هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين